فيه سؤال جالي من فترة لأنا قلتلكم أنا عايزة أبطل موضوع الأسئلة مصرين فيه سؤال جالي من فترة أحب أجاوب عليه فيارب تندموا وتبطلوا تسألوا أو تسألوني أسئلة كان فيه آنسة بتقول لي إزاي طلع حبه من قلبي يا ياسمين وتخلص من التعلق سؤال عظيم فبتقول لي ردي بجد ما تهزريش بجد طيب أنت لما رحتي كلمتي وحبتي وقابلتي ونكدتي عليه وخرجتي معاه وتعلقتي به خدتي رأيي؟ لأ ما خدتيش رأيي طيب جاية تاخدي رأيي فيه لي دلوقتي ما خدتيش رأيي ليه؟ وانت رايحة تحب الواد اللي حذروك منه الإنس والجن ومك وبوكي تعلق يا شاماء روحي نام يا شاماء كيلو البصل بقى بعشرين جنيه بقى لا تعلق بقى لا تملق وما تبعت ليش أسئلتين بس على موضوع التعلق على طاري وعلى سيرة موضوع التعلق ليه ما تبعت ليش أسئلتيني؟ مش عشان أنا مش عايزة جاوبك يا روح قلبي ينمني عين قلبي من جوة لا عشان إجابتي لا تصلح ليكي أنا إجاباتي لا تصلح غير لنفسي أو من هن على شاكلتي أنا إجاباتي بتضايق أكتر بدلاً ما تكوني متعلقة ومتضايقة تبقي متعلقة ومتضايقة من إجابتي عليكي فهسببلك حزنين في واحد بس لو عايزيني فعلاً فعلاً أقولك حاجة بجد عن أو كلام العقل عن الحب والتعلق في قاعدة كده بتقول بداية أي شيء أي شيء حتى الحب والمشاعر محدش يقولي القلب أو الحب من أول نظرة لا بداية أي شيء في الدنيا فكرة فكرة جت هنا فشغلت هنا يبقى فكرة جت هنا شفتي اللي قدامك لفت انتباك فشغلت هنا قلبك فبدايةً كده خلي بالك أن التعلق بيفقدك الهيبة دايماً الشخص المتعلق هتلاقيه متوتر من صفاته متوتر عصابك مشدودة دايماً المتعلق بحد الآن عندك حالة من القلق والخوف الخوف من الفقد خايف تفقديه خايف يهجورك ما يبقاش معاك خايف تفقدي شخص أو تفقدي شخص اللي انت متعلق بيه ليه؟ لأن الشخص اللي انت متعلق بيه بيغزي عندك حتة نقصة في حتة نقصة منقوصة عندك اللي بتحبيه متعلق بيه بيغزي هالك خلينا نقول مثلاً ببساطة أن البنت أو أي بنت عندها بشكل كده بسيط خزان داخلي عندك خزان الخزان ده فاضي في حتة مثلاً في حتة العاطفة في بيتها أو في بيتك ما شبعكيش حب فعندك الحتة دي مش موجودة أو ما عندكيش ثقة في نفسك فتلاقي الشخص اللي انت متعلق بيه كلمة واحدة منه بتصنع يومك بطيارك أجي قاعد معاك أو صاحبتك تقعد معاك صاحبتك تكلمك أنت مش هنا أنت مش معاها صاحبتك تيجي تقولك مشكلتها أنت مش معاها مش مركزة أنت مركزة معايا عينك على التليفون انتباهك كله معايا فلما يكون انتباهك كله معايا تركيزك على أهدافك وحياتك يقل فتلاقي دايما لو في بنت متعلقة بحد باقي حياتها عبارة عن تعطيلات وعقبات لأن الشخص ده اللي هي متعلقة بيه واللي بتحبه هو النور بالنسبة له هو الترمومتر حياتها قال لها كلمة حلوة طارت في السماء وحلوة دنيتها قال لها كلمة وحشة شافت الدنيا سواد فأنت لما تحبي وبعد شوية تتعلقي بتلاقي نفسك ما عندكيش الهيبة اللي كانت موجودة في بداية العلاقة قد حداكي لو بتعلقتي بحبيبك يكون عندك نفس الشخصية بتاعتك القديمة أو نفس الهيبة والكارزمة اللي كانت عندك في بداية العلاقة طيب ببساطة كده عشان ده موضوع عايز حلقات لو أنت حصل معاكي كده ورقتي نفسك فجأة متعلقة أنت بتسميه حب بس هو تعلق عشان كده التعلق بيأذي والتعلق عشان تعرفي الفارق بينه وبين الحب الحب هيسبب لك مشاعر حلوة هتفتكريها تنعمي كده بهدوء وبساطة وتبتسمي التعلق هيقلئك أول ما تكوني متعلقة بحد هتلاقي فيه إحساس بالقلق إذن أنت لو بتحبي حد أو في حياتك حد عايزة تعرفي نفسك بتحبي أو متعلقة شو فيه إحساسك لو مطمئن أنت بتحبي لو قلقانة أنت متعلقة إذا أنت متعلقة لازم تخفي مش تسبيه حبيه ما تتعلقش بيه طيب ببساطة شديدة وسريعة ونتكلم في ده بعدين في حلقات تانية عندنا حاجة اسمها عقلنا اللواعي ده عقلنا اللواعي ده حاجة كده ما عندها الشخصية بلا شخصية اللي هتحشيه هنا وتحطيه هنا وتقولهوله هيصورهولك من غير ما يفلتره تتحكي عليه وتشوفه في الواقع فأنتي اللي بتحبيه أو متعلقة بيه ده مركزة عليه قوي فدماغك كده لو دماغك مدورة شامق هيبقى عندك لملف حبيبك أحمد ملف قد كده الملف ده من كتر ما أنت متعلقة بيه وبتفكري فيه يكبر 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 يملى دماغك يبقى قد كده قد الكورة على قد راسك بالزبط ويزق جنبه باقي الملفات الصغيرة إيه بقى الملفات الصغيرة دي؟ يزق شغلك يزق قريبك يزق صحباتك يزق حياتك الاجتماعية لأن أنت ما بتفكرش أجار في أستاذ أحمد فما فيش حاجة تانية فكري فيها طيب الملف كبر بتاع حبيبك قيس وليلة ملف قيس كبر طب تصغريه ازاي وتحجميه ازاي وتبططيه ازاي عشان تهدي وتبقي مش متعلقة وتبقي طبيعية عشان نزق الملف الكبير ده نصغره هنكبر الملفات اللي جنبه فتزقه هي فهي صغر لوحده تلقائي فهم حاجة من اللي أنا بقولها يعني الشغل أهملتي تجهلتي عشان ركزتي على حبيبك فترجع تاني تهتمي تهتمني بشغلك ولو حتى اهتمام زائف ما انت عقلك اللي واعي مش فاهم زائف من حقيقي ترجعي تاني صحبك وصحبتك اللي همشتيهم تكلميهم تكبري الملف ترجعي تاني ببيتك قريبك حياتك العائلية تهتمي بيها فالملف يكبر ترجعي تاني لنفسك لجمالك لشخصيتك تبصي لنفسك تهتمي بنفسك تكلمي نفسك فالملف يكبر فنقول مثلا عندنا أربع خمس ملفات في عقلنا أول ما تبتدي تديهم اهتمام تاني يكبروا 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 فيزقوا ملف أحمد أو قيس يا ليلة فملف قيس يصغر يصغر لحد ما يرجع لحجمه الطبيعي حجمه الطبيعي ده اللي هو بتلاقي نفسك بتحبيه عادي لا داعي للقلق موجود مش هيروح في حتة انت بس اللي عندك هواجس فلما تعملي كده تبتدي تهدي ده أول درجات فك التعلق وتستعيدي وعيك ويقل تعلقك فترجع هبتك دي إشارات أول ما تلاقي نفسك رجعت هبتك شوية شوية هتعرف ان انت فكتي التعلق يا شاماء نقطة شوية شوية